الفساد في العراق واحد من المشكلات الرئيسة التي اعاقت تطور البلاد وتنميتها على مدى عقود بدءا من عام 2003 وحتى الآن وفق تقارير دولية أكدت أن عدم الاستقرار السياسي والأمني أدى إلى تفشي الفساد في مفاصل الدولة بسبب سيطرة الأحزاب والميليشيات على الحكومات وسرقتها للثروات البلاد التقارير الدولية بيانت أن استشراء الفساد في العراق عصف بالاقتصاد وعاق النمو والاستثمار والإعمار مضيفة أن سعي أحزاب السلطة وراء اكتساب النفوذ تداخل مع مكاسبها الشخصية عن طريق استغلال الموقع والمناصب السياسية بهدف تحقيق مكاسب مالية وتطور النفوذ السياسي بتحوله إلى وسيلة من أجل تكديس الثروات وتأمين العقود المربحة والسيطرة على الموارد التقارير أكدت أن عدم الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن ضعف الرقابة كلها أسباب أدت إلى عرقلة الجهود لمكافحة الفساد بشكل مؤثر يضاف لها أن تركيز الحكومة على صناعة واحدة وهي النفط ترك القطاعات الأخرى عرضة للفساد وفي حالة تخلف كما أشرت تقارير الدولية إلى أن الفساد يتسبب بتهريب الأموال إلى الخارج بعيدا عن البرامج الإنسانية الأساسية والخدمات العامة وتطوير البنية التحتية ما يؤدي إلى تقويض الاحتمالات الاقتصادية وعرقلة الاستثمار الأجنبي الذي طالب به السوداني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير من دون توفير الضمانات للمستثمرين بسبب سيطرة الميليشيات على ملف الاستثمار ناشطون ومراقبون كدوى أن سمرار الفساد الحكومي حتى اليوم دليل على أن حكومة السوداني رفعت شعار محاربة الفساد لغرض دعائي وأعلامي فقط بهدف تمريرها والموافقة على تشكيلها مشيرين لأن سرقة القرن وتورط مسؤولين حكوميين بها يشي بوضوح إلى سمرار سياسة الأفلات من العقاف في العراق وحماية المسؤولين الفاسدين من المساءلة والمحاسبة بحسب منظمة العفو الدولية التي أكدت أن الناشطين والمدنيين في العراق يواجهون قتلا وتصفية وقمعا حكوميا كما جرى لناشطي ثورة تشرين عام 2019 بسبب مطالبته بإسقاط النظام السياسي وكشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين يمثل بذلك الفساد مشكلة معقدة في العراق بسبب توفر بيئة حاضنة لها من حكومات متعاقبة بكتلها وأحزابها